إن شاء الله بكرة عندي حلقة مهمة جداً 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 مدير قطاع النشئين في النادي الأهلي كابتن خالد بيبو معايا على الهواء مباشرةً إن شاء الله بكرة في البيت الكبير ليه كابتن خالد بيبو الحقيقة؟ لأن خالد بيبو أولاً بقاله سنتين بيتعرض لحملة غريبة جداً خلال السنتين اللي فاتوا بسبب بعض القرارات اللي بيتخذها بعد القرارات الصحيحة اللي بيتخذها اللي بانت إن هي صحيحة 100% ومليون في المية بعد الأداء الرائع لناشئين النادي الأهلي اللي احنا بنشوفهم مين اللي عمل الموضوع ده؟ طبعاً إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي وراها منظومة اسمها منظومة النادي الأهلي هي اللي وصّلتنا إن إحنا نبقى واقفين وبنتكلم عن مستقبل رائع لكرة القدم المصرية والنادي الأهلي من خلال هؤلاء النشئين من خلال نشئين اللي حضراتكم شفتون فبكراً إن شاء الله حنجيب الكابتن خالد بيبو استأذلنا طبعا أن هو يكون معنا وكابتال خالد وافق أن هو هيكون معنا إن شاء الله بكرة وحنعمل حلقة نعرف هو إيه الجينات اللي جوه الناس دي عشان يعملوا كده بيعملوا معهم إيه؟ كابتال خالد بيعمل معهم إيه؟ بقية المديرين الفنيين والمدربين اللي موجودين في القطاع بيعملوا إيه عشان نوصل إن إحنا يبقى عندنا فوق العشرين الناشئ موجودين وبيلاعب تاني أو تالت أفضل نادي في مصر بيلعبوا بهذه الشخصية وبهذا الشكل اللي احنا شفناه النهاردة